تكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية القاضية حيدر حنون أن الفساد أصبح جريمة تهدد وتؤثر على تنمية الاقتصادية وتهدد الأمن وأصف المواجهة آفة الفساد في العراق بالمرهيقة هذا وقال حنون أن مكافحة الفساد ومنعه واسترداد عائداته من أولويات الحكومة الحالية برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد الشيعة السوداني ولا فتن لأن العراق بمؤسساته المعنية قام بتعديل التشريعات المتصادية للفساد وضعف من وطيرة عمليات مراحقة المفسدين ومتابعة تضخم أموال المسؤولين والكسب غير المشروع كما ضف أن استعادة المطلوبين بغية إنزال العقاب الرادعي بهم واسترداد الأموال المنهوبة من أجل عادتها إلى خزينة الدولة هدف مقدس للحكومة والهيئة